الزمالك يتحدى غياباته يعتمد على شبابه ويفوز على سيراميكا كليوباترا والفضل دائما إلى فريدا من كم شهر كان الزمالك يسير روايدا روايدا لطريق مسدود مفيش أمل في الدوري مفيش قائمة مكتملة لاعبين مشغولين بعضهم ونتائج سلبية ولكن لأن المدرب أحيانا بيكون العامل المؤثر الأهم في الفريق أكتر من اللاعبين فهنا نتحدث عن عبقري اسمه جوزفالدو بيريلا ومع كل الظروف الصعبة في الزمالك من غيابات واستبعادات ولعبين مش مركزين يجي شباب الزمالك وهم اللي يشيلوا المسؤولية مبروك للزمالك وهارد لك لسيراميكا اللي عمل مباراة حقيقي محترم يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة الزمالك بيفوز فوز مصير جدا على فريق سيراميكا كلوباترا 3-2 عشان سيراميكا خلى المباراة مصيرة المهم أن الزمالك زي ما قلت في المقدمة كده ماشي بشكل معقول جدا هتقول لي معقول جدا ده النهاردة كان ممكن يتعادل واحدة يقول لك إذا كان سيراميكا عنده ضربة جزائي بص قول لي أنت تقوله الفكرة إن الزمالك من كم شهر كنت بتقول عليه مستحيل ينافس على الدوري مش عشان الزمالك مثلا فريقه صغير ولا حاجة بس عشان الظروف صعبة قائمة كان فيها وقف جيد فمش مكتملة لعبين ما بيفكروش غير في تجديد التعاقد أو الرحيل عن نادي الزمالك إصابات بالجملة فكل الظروف كانت تقريبا قدام نادي الزمالك بس الحل السحري دايما تمدرب مدرب يعرف يشتغل مع أي ظروف اللي اختهار فريرا يرجع نادي الزمالك امتياز طبعا ما كانش فيه مدرب يقدر يشتغل في الظروف اللي فيها نادي الزمالك غير مدرب خبير مدرب عبكري مدرب يقدر يشتغل في أي ظروف وبأي لعبين مجموعة شباب الزمالك اللي تقلقوا النهاردة وتقلقوا المباراة الماضية واللعب لها واللعب لها لولا فريرا ما كنتش هتشوفهم آه الظروف اترارية في بعض الأوقات ولكن هو اللي اختار فيه لعيبة كبيرة قاعدة على الدك فيه لعيبة كبيرة في القايمة لسه موجودة واحد غيره يقولك لا الظروف الصعبة دي ما قدرش اعتمد فيها على لعبين شباب ما يقدرش يشيروا المسئولية شالوا المسئولية كسب الزمالك على الأقل على الأقل في الموسم اللي جاي أربع شباب أربع شباب يقدروا يبقوا في التشكيل الأساسي النادي الزمالك أربع شباب يقدروا يبقوا في القوام الأساسي النادي الزمالك ده مدرب بصوا فيه ناس كتيرة تقولك لو الفريق كويس مش فريق مدرب فيش الكلام ده أنا فاكر الكلام ده كان بيتقال على مانو جوزيه في وقت من القوات وبيتقال على كابت الحاسس الشحات أسكرتك لحسش هادا كان معاه جيل زهبي فهو اللي خليها ياخد كسره من الأفريقية منويل جوزي كان عامل إنجازات مع النادي الأهلي فده بسبب اللعبين والجيل الزهبي في النادي الأهلي فيش الكلام ده وفيه ألف مثل ومثل ممكن أقوله لك عالميا ومحليا كان فريق جامد جدا وكان بيخسر معهم دربين مش أكفاء النهاردة بريده رائع رائع وخدوا بالكم اللي بيحصل في الزمالك أنا بكلم جميعين نادي الزمالك دلوقتي ممكن يحصل تعصر في أي وقت الفرق اللي بيبقى فيها كتير من الشباب وفيها النقص عددي ممكن يحصل تعصر ما تبقاش النتائج ماشي على مية واحدة ما تبقاش النتائج كلها انتصارات وارد أزبره الراجل اللي بيعمله السنة ده شيء حيفيد نادي الزمالك لسنوات قادمة النهاردة مثلا طريق حامد مش موجود قيمة معشور ومحمد طريق وبقى اللاعبين عاملين أداء رائع النهاردة الأول كنت تقول الزمالك من غير طريق حامد هيخسر هيخسر أو هيتعصر هيتعصر بتعادل أو خسار نهاردة مفيش محمد أبو جبل ومحمد عواد شايل كل حاجة عد بقى عد زي ما انت عايز تقول قول في اللاعبين حمزة المسلوسي بقى وحازي بكلمكم على مبارات دي ومبارات الماضية ومحمد عبد الشافي وعمر السعيد اتكلم على أي لعب غايب في لدي الزمالك هتلاقي له بقى دلوقتي عنده تعويب تحديدا بقى ما معشور في رأيه ورأي كثير من محلل الكرة المصرية هو الأفضل في هذه اللحظة في الدولة المصرية سبات في المستوى لاعب رقم 8 زي ما الكتاب بيقول دفاعيا جيد جدا هجوميا جيد جدا بيصوب من خارج منطقة الجزاء بيكمل في الزيادات الهجومية بيعمل كل حاجة من متطلبات الراجل اللاعب رقم 8 المشهور بالبوكس تبوكس المركز اللي كان بيعاني منه قالوا سكيروش وقت كان موجود في منطقة مصر ويلاعب مين تمانية مين اللي يعرف يعمل الدورين بنفس الامتياز معظم اللاعبين اللي في مصر يعرفوا يعملوها في الوجبات الدفاعية عشان كده لما كان بيعرف أربعة تلاتة تلاتة قالوا سكيروش كان التلاتة بيعرفوا أو يدفعوا نتكلم تحديد على العامل السولية وحمد فتحي ومحمد النيني والتلاتة لعيبة عظيمة جدا بس اللي بيعرف يعمل التحولات الهجومية ده مش موجود في مصر كتير إمام بيعملها دلوقتي بشكل كويس أوش لسه طبعا محتاج خبرات ومحتاج وقت كمان أكتر ويسقل هذه الموهبة بس ماشي بمستوى ثابت ورائع جدا اللي عجبني في إمام عشور بجانب الأمور الفنية إنه بدأ يهدى من تلتي بدأت تتطور العقلية بدأت تتطور عشان إمام إحنا كنا حاسين في الأول إنه مشروع لعب جيد بس ممكن زي لعبين كتير قابله قابله دماغهم خلصت عليهم لا هو واضح إنه زي ما بيتطور فنيا في الكرة بيتطور على مستوى التفكير والعقلية فده مكسب لينا مكسب لمنتخب مصر بكل تأكيد وأكيد مكسب لنادي الزمالك ده بالنسبة لنادي الزمالك السرامية كلوباترة دي بقى إنه حد تانية زي ما عشاننا بفريرة نشيد بالكابتن أحمد سامي شخصية المدرب اللي قاعد عددك وره المدرب اللي ما بيخافش المدرب الجريء المدرب اللي لما يتغلم من الزمالك تلاتة سفر يقول لا أرجع عادي خد بالك فرق كتير اللي هي فرق المنتصف زي السراميكا لو اتغلب تلاتة من الزمالك أو من الأهل اهبط خلاص المباراة خلست هسجل تلاتة في الزمالك ولا تلاتة في الأهل ازاي نهاردة سجل هدفين وكان ممكن يجيب التالي وكان ممكن يرجع فيه المباراة السراميكا خسر المباراة النهاردة وضيع فرص وضيع فرص في هذه المواجهة فتحية للكابتن أحمد سامي وتحية للعابي سراميكروباترا وصالح جمعة النهاردة لما نزل لمسته حلوة كرته حلوة بس تحس انه زيت شويتين هتحس انه بعيد شويتين بس اللمسة من صالح جمعة تمنها دهب تمنها دهب كل كرة بتطلع من رجله كل لمسة سروق أو عرضية أو فاول أي حاجة مميزة خسارة وكلما بشوف صالح جمعة بيصب عليه قوي موهبة فزة هو اللي فرط فيها أو فرط في تطويرها يعني واحد من الأسماء الكبيرة اللي جات في مصر من المدربين الكبار اللي جواب مصر آخر عمله في مصر كان المدير الفني لاتحاد المصري لكرة القدم البرتغالي نينو بن جادا المدير الفني الأسبق لعدد من الأندية المصريات تحديدا الزمالك والأهلي وأخيرا الاتحاد المصري لكرة القدم معايا عبر سكايب الآن يا فندم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور أنا وسعلا بيكم دا شرف ليا بالتأكيد أول سؤال ليا ما سمعناه عن اقتراب بولو سوزا المدرب البرتغالي من تدريب منتخب مصر رأيك إيه في هذا الترشيح لمنتخب مصر طبعا انتوا عارفين لحد الوقت لحد اللي أنا أعرفه هو مش حاجة مضمونة ومش حاجة حد قال عليها وأكدها فأنا مقدرش أعلق على حاجة وطبعا كل المعلومات اللي أنا استقبلتها ما فيش أي حاجة مؤكدة بس طبعا كوتش بولو سيوزا هو واحد من أقوى المدربين طبعا هو اشتغل مع كوتش رويس طبعا هو اشتغل ولعب لعب مع يوفنتوس ولعب مع أكثر من نادي ومع دارتمونت وتكسب مرتين الكاس وطبعا هو بدأ بعد كده بدأ يبقى بدأ يبقى مدرب بدأ يبقى مدرب مع الفرق طبعا اشتغل مع أكثر من نجوم الكرة كان الكوتش بتاع منتخب بولندا لحد السنة اللي خادث وطبعا هو عنده خبرة كبيرة وعنده خبرة كبيرة إزاي يبقى مدرب من المنتخبات الدولية وطبعا المنتخب المصري وطبعا المنتخب المصري وطبعا المنتخب المصري وطبعا المنتخب المصري لأكثر من نجاح في أفريقيا وطبعا هو ممكن يعمل معهم شوال كويس جدا النادي الأهلي من جانب آخر حسم أمره في التعاقد مع ريكاردو سوارس الموديل فني البرتغالي أيضا رأي حضرتك فيه ممكن من فضلك تعيد السؤال النادي الأهلي تعاقد مع ريكاردو سوارس المدير الفني البرتغالي أيضا رأي حضرتك فيه ريكاردو سوارس طبعا هو واحد من المدربين البرتغاليين هو واحد من المدربين الشباب البرتغالي أنا ما أعرفوش شخصيا بس أنا أكلمت معه مرتين أو ثلاثة بس أنا ما كنتش متابع جدا كمدرب بس اللي أنا أعرفوه عن المدرب إن هو شخص كويس جدا أنا بحبه جدا هو بيعمل شغلي كويس جدا في آخر سيزن أو آخر فترة هو كان شغل كويس جدا وإذا يبقى حاجة قوية جدا بالنسبة له أنه هو يدرب فرقة من الفرقة القوية للأهلي أو الزمالك في مصر وطبعا هو هيقدر يعمل شغل كويس علشان يقدر يكتشف الطريق أنه هو ينجح أو يكسب المتشوات وآظن أنه من 2003 وهو بيضرب وهو بيضرب الشباب فتقريبا هتبقى حاجة صعبة جدا عليه وهتبقى حاجة كويسة كمان وهيبقى حاجة صعبة عليه لأنه في الأهلي أو الزمالك لازم الطريقة الوحيدة أن أنت تكسب بس طبعا هو عمل سيزن قوي جدا السنة اللي فاتت في البرتغال تفسر بإيه أعتمد الأندية المصرية أو ميول الأندية المصرية طبعا أنت عارفين أنه دي حاجة طبيعية جدا في أي حطة في العالم أنت طبعا لازم تشوف تحركات المدربين في بعض الدول اللي هم بيفضلوا أن هم يجيبوا مدربين من الأسبانيا من صرفيا من قراتيا وطبعا دلوقتي في مصر من 2002 وفي ازدهار للمدربين البرتغاليين طبعا بالنسبة لي لما أنا كنت مع الزمالك كان فيه سيزن قويس جدا وبعليك كوتش جزيال ميدة عمل شغل قويس جدا مع الأهلي فطبعا المركة المسجلة بتاعت المدربين البرتغاليين عملت مركة قويسة في مصر وطبعا كوتش كارلوس كيرويش عمل شغل قويس جدا أنه يقدر يوصل بالمنتخب المصري للمكان الثاني في أفريقيا وللأسف أنهما ما قدروش ينجحوا أنهما يوصلوا للمكان الأول لأن كان الماتش ما بينهما بين السنغال كان ماتش كويس جدا لازم نقول أن المنتخب السنغالي كان واحد من المنتخبات القوية جدا وهو أفريقيا في الماتشين الماتشين كانوا أقوية لازم نقول أن القوة والقوة كانت لمنتخب السنغال ما كناش بالحظ الأوفر أن نحنا نوصل للكاس العالم حتى بعدما السنغال خسروا اتنين من ضربات الجزاء اللي تلعبوا بس طبعا زي ما بقول أن المركة المسجلة اللي بتتساب من الكوتشز البرتغاليين أو الأسبان بتتعلم في اللعيبة الكويسة وطبعا ميستر كرويس طور أو اكتشف بعض المهارات الكويسة في بعض اللعيبة الجديدة من 2001 وطبعا أنا لازم نحظى ببعض الوقت علشان نحنا نشجع اللعيبة أن هما يبدأوا يلعبوا يعملوا شغل كويس في أفريقيا كلها لأن طبعا لازم نوصل العبادات أنهما ونشجعهم أنهما يوصلوا لكاس العالم لأن كاس العالم هو واحد هي أكبر بطولة لكرة القدم في العالم رأيك إيه في مرحلة رحيل كارلوس كيروش عن منتخب مصر قرار رحيله عن منتخب مصر وإعادة المفاوضات معه مرة أخرى قبل ما يحصل خلاف الأمور الملاية بينه وبين اتحاد الكرة هل كنت تؤيد عودة كارلوس كيروش مرة أخرى لمنتخب مصر؟ طبعا كما تعرفين أن أول مرة في سبتمبر في آخر سبتمبر السنة اللي فاتت لما كارلوس كيروش وصل مصر علشان يبدأ شغله كان فيه ماتش ضد ليبيا وكان فيه ماتش مهمة جدا ضد ليبيا في هذا الوقت ليبيا كانت قوية جدا وكان المنتخب كسب ماتشين وطبعا صدقتي مع كويتش كارلوس كانت حاجة مهمة جدا أنه كان فيه علاقة قوية جدا وكنا دايما بنتكلم مع الاتحاد المصري فما كانش يقدر أي حد يقدر يتدخل لا أحد كان يتدخل مع العلاقة ما بين كابتن كارلوس كيروش والاتحاد المصري كان الاتصال كان دايما مع كابتن أحمن مجاهد رئيس الاتحاد السابق وطبعا كنا بنتكلم إزاي إن إحنا نقدر نشجع العيبة أو نقدر نشجع الكوتش وطبعا إحنا كنا بنشجع الكوتش علشان يقبل إن هو يرجع تاني من المدربين وطبعا إحنا شجعنا المدرب كويتش كارلوس كيروش علشان يرجع ويدرب المنتخب المصري وطبعا بعد بطولة أفريقيا 2021 وبعدين 2022 الوضع التغير هين زي ما أنتم متذكرين إن بعد أول ماتش قدام نيجيريا لما خسرنا واحد سفر الكثير من التعليقات الزهرت على السوشيال ميديا على المنصات وعلى التلفزيون في الكثير من التعليقات السلبية اللي زهرت فطبعا إحنا عدينا التعليقات وعدينا المرحلة ديات والحمد لله عمل إنجازات كويسة جدا لحد الفاينل طبعا كل الناس كانوا مؤمنين إزاي الإرادة بتاع كويتش كارلوس كارويش كانت هي الدافع علشان نوصل إلى المنتخب المصري بالشغل الكويس جدا اللي كنا بنعمله في بطولة أفراقيا وطبعا بشغل الكويس جدا اللعيبة لأن كويتش كارلوس كان بيشجع اللعيبة جدا علشان يحطوهم على الملعب ويخليهم يلعبوا بطريقة كويسة جدا بس للأسف إحنا لما خسرنا في الماتش الثاني قدام السنغال وخسرنا نحن نتأهل لكأس العالم 2022 ففي هذه الأحيانة أو في هذه الفترة كنا بنتكلم إن كويتش كارلوس كارويش ممكن يرجع تاني لتدريب المنتخب وفي الوقت دوت أنا كنت بتكلم مع كويتش كارلوس وكنت بتكلم مع الاتحاد المصري علشان أشجع الاتحاد المصري علشان رجع تاني كويتش كارلوس وطبعا علشان يشجع ويحاول يدرب من جديد لـ 2023 المحادثات دلوقتي ما كانتش إيجابية ما بين الجهدين فطبعا في أول مرة لما قدمت كابتن كارلوس كارويش لكابتن أحمد ميجاهد كان فيه التقبل كويس جدا من كابتن أحمد وبعد كده بعد ما كابتن كارلوس كارويش ماشي بعد الخسارة من السنغال ورجع تاني للبرتغال ما كانش فيه محادثات إيجابية مع كابتن كارلوس كارويش وبعد كده الاتحاد المصري قرر ان هو يتعاقد مع كابتن إيهاب جلال وبعد كده طبعا كابتن كارلوس ما بقاش بيفكر في الموضوع خلاله بس ده ما كانش شيء طبيعي وما كانش شيء متعرف عليه دايما حتى بعد الفترة داية احنا كان فيه موتش أصاد أثيوبيا والموتش دوت إحنا بسنة فيه 1-0 دي كانت أول مرة المنتخب المصري يلعب قدام أثيوبيا ويخسر بس طبعا في خلال أربع موتشات المنتخب المصري يخسر فده كان شيء صعب على المنتخب المصري في عنار وطبعا ده أظهر ان الاتحاد ما كانش مع الكوتش نفسه ما كانش مع قراراته وطبعا ده كان فيه كلام ان كابتن كارلوس كارويش يرجع للتدريب بس طبعا انت تعرف ان كابتن كارلوس كارويش تتكلم وقال ان الحالة مش ايجابية تماما وطبعا هو خسارة كبيرة للكورة المصرية وطبعا لكابتن كارلوس كارويش بس كابتن كارلوس كارويش ظهر أربع مرات في الكاس العالم وطبعا هو كان ظاهر جدا في بعض المنتخبات وطبعا في منشستر فأنا أصدق انه هيكمل شغله فطبعا كل الاحوال انا ما كنتش في الاتحايات وانا سبت القاهرة ففي شهر خمسة بعد ما عديد انتهى وطبعا انا اتكلمت مع كوتش كارلوس واتكلمت مع اكتر من شخص الناس مهمة جدا في الصحافة وناس مهمة جدا في الصين الكوروي في مصر فطبعا هو هياخد خطوة جديدة وطبعا المنتخب المصري لازم ياخد خطوات تانية علشان يتأهل البطولات في 2013 كارلوس كاروش تحدث عن اتحاد المصري وانه ما تعملش معاه باحترافية ما تعملش معاه بشكل فيه احترافية كبيرة هل وجهت هذه الامور مع اتحاد الكورة وقت ما كنت متواجد فيه الاتحاد هل وجد ان اتحاد الكورة لا يتعامل باحترافية هل كان عندك اي مشاكل مالية مثل ما تحدث كارلوس كاروش ايضا؟ طبعا اكيد هيبقى فيه اكتر من طريقة او اكتر من حالة ما بين الكنتركت او العقد والاتحاد والاهم نقطة كانت البانالتي او الشرط الجزائي اللي كان محطوط ان كان مش الشرط الجزائي البانالتي اللي كانت محطوطة الغرامة اللي تحطت على كوتش كارلوس بس علشان ما حضرش واحد من المؤتمرات الصحفية وطبعا اتكلمنا وحاولنا نخلي العلاقة ايجابية بس طبعا كانت حاجة اعلنت على الملأ فالاتحاد المصري عام حط عليه غرامة 25 الف دولار فطبعا الطريقة اللي كلموا بيها او الطريقة قالوا لكوتش كارلوس كارلوس بيها على الغرامة كانت مش طريقة مكانتش طريقة المهنية وطبعا كوتش كارلوس دايق جدا من الطريقة وهو لم يقبل الطريقة وطبعا انا كنت في صفه ساعتها لان في الوقت دوت لاكتر من شخص كان المؤتمر الصحفي ما كانش شيء ان هو يمس او ان هو ما يروحش المؤتمر الصحفي ما كانش حاجة هو اللي عملها بنفسه كانت غلطة معينة من اشخاص معينة وطبعا ما كانش ينفع ما كانش ينفع انهم يحط عليه اي غرامة ولا حتى دولار واحد وده كان شيء غير مرغو فيه او شيء ما كناش نقدر نقبله انا بكرر سؤالي ليك هل انت نفسك فينجادا وجهت اي مشاكل مع الاتحاد المصري للكرة القدم لا بصراحة بالنسبة لي انا كان عندي عقدي وطبعا كان واضح جدا ان عقدي واحد زائد واحد بعد اخر سنة وطبعا كان لازم اكمل شغلي بس من الاتحاد انا ما كنتش حاسس الاحساس الطبيعي ان انا اكمل سنة زيادة فطبعا لما رجعت الاتحاد كابتن كامال علام وكابتن بركات وكابتن خالد واعضاء الاتحاد اطلقوني ان انا اجي للمكتب الرئيس الاتحاد وحاولوا يحلوا معايا الوضع بس انا ما حستش انها بالطريقة الصحيحة وطبعا بالنسبة لي ما كانتش كل حاجة بالطريقة الصحيحة اللي انا اقبلها طبعا لحظنا الحظ بعض الناس اللي كانت موجودة اللي كانوا بيسألوا اسئلة كثيرة وكانوا بيسألوا عنه الكثير من الاشياء وطبعا كابتن حازم كانوا دايما بيأزروني وكانوا دايما بيكلم معايا بس كان عملي ما كانش عمل ما كانش ينفع ان هما يحكموا عليه من اي شخص انا شغلي كان شغلي بياخد وقت كتير وما كانش حاجة بتوقفني وما كانش وان انا كنت مدير فني كان العمل او عملي كان يجب ان يستمر فلما قالوا لي ان هما محتاجين يوقفوا عملي علشان يوضبوا بعض الاشياء جوه الاتحاد ونرجع ثاني نشتغل في سبتمبر بس في هذا الوقت كانوا محتاجين وقت علشان نحضر المنتخب المصري فطبعا فطبعا هما قالوا لي كلمة حاجة بتقول ان انا شغلي ما كانش واضح جدا بالنسبة للاتحاد هتحدث كثيرا عن شغلك في الاتحاد ولكن سؤال قبل مقفل ملف كالوس كيروش هل حقيقي ان محمد صلاح النجم الكبير تدخل في تعيين كالوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر خليني اقولك الحاجة زي ما كلنا فاكرين انا اسمعت واريت بعض الاخبار ان في ناس وانا قلت من حوالي عشر دقائق محدش ما فيش اي شخص ما فيش اي شخص تدخل في ادراج كابتن كاروس كيروش للاتحاد المصري كان بس انا وكان كابتن احمد مجاهد وانا اللي عرضت على كابتن احمد مجاهد كابتن كاروس كيروش ما فيش اي حد تاني دخل او تدخل في العلاقة ما بيني او ان كابتن كاروس كيروش يدخل ويدرب المنتخب المصري وكان طبعا القرار كان لرئيس الاتحاد وما فيش اي حد تاني تدخل في هذا القرار وكان ساعتها كان كابتن احمد كان هو عضو من اعضاء الاتحاد ساعتها وما كانش فيه حد تاني تدخل في العلاقة او في القرار ان كابتن كاروس كيروش يدخل او يدرب المنتخب المصري كابتن محمد صلاح هو لاعب عظيم وشخص دميل جدا بس مفيش اي كلام مفيش اي شيء نقدر نقوله محدش تدخل ما بيني وما بين كابتن احمد مجاهد فيه التدخل او فيه ان كابتن كاروس كيروش هو اللي يدرب المنتخب المصري اي حاجة زيادة عن كده غير صحيحة طيب من الحاجات المهمة اثناء وجودك مع الاتحاد المصري لكرة القدم وبعد رحيلك الناس تسأل ماذا فعل نيلو في انجادة كمدير فني الاتحاد الكرة المصري اثناء توليه هذه المهمة ايه الاشياء اللي انت ممكن دلوقتي تقول انا انجزتها قبل رحيلي من الاتحاد المصري ومن كرة القدم المصري خلال الفترة الماضية عشان تبقى الامور واضحة لكل الناس خليني اقولك على حاجة انا قلت اكتر من مرة انا سبت الاتحاد السنادي طبعا انا اتكلمت كتير مع كابتن بركات وكابتن حزم امام ورئيس الاتحاد انا مش الشخص اللي كل شوية اتكلم عن الحاجة اللي انا بعملها مش انا الشخص اللي هتكلم عن انجازاتي انا طبعا كنت شغال جدا وكنت بعمل كثير من الاعمال طبعا انا كنت شغال شغال كبير كنت بحاول اعمل اتصالات ما بين كل المنتخبات ما بين المنتخبات الشباب والاتحاد وطبعا حاجة من الحاجات حاجة من الحاجات اللي انا لازم اتكلم عنها ان المدربين في بعض المدربين نواف ودلوقتي هما رجعوا يشغلوا بعض المدربين وطبعا انت لو سألت كابتن حازم وكابتن بركات وطبعا كابتن احمد مجاهد لما انا كنت شغال انا كنت كل يوم بروح الاتحاد وبشتغل بس انا مش الشخص اللي بيتكلم للتلفزيون واقول انا بعمل وهكذا بس طبعا في وقت انا كان لازم اقف واقول ان انا كنت بعمل وبعمل كثير من الاشياء بس انا ممكن اتكلم واقول انا بعمل حاجة كثير جدا بس انا مبعملش حاجة خالص بس انا ممكن اكون شغال وما اقولش ان انا شغال وده ده مش دايما هو الوضع اللي بيمشي في مصر بس طبعا بالنسبالي انا من الاشخاص اللي ما بيكلمونش عن شغلهم دايما انا بشتغل وبعمل شغلي بس انا طبعا كنت بروح للاتحاد كل يوم انا طبعا كنت بدعم كل العاملين في الاتحاد كابتن حاتم كابتن وهبة كابتن جابر كابتن عبد الفتاح المدربين الكرة النسائية هذي الاشخاص هم اللي عارفين ايه الحاجات اللي عملتها وطبعا في المستقبل اكيد هم ممكن يطوروا من الشغل اللي عملتك طيب انا مش هسألك خلاص السؤال بشكل عام واحترم جدا وجهة نظرك ولكن تحديدا في اي اتحاد في العالم لما يحبوا يتطوروا كرة القدم ينظرون دائما الى قطاعات النشئين هل انت وانت موجود في مصر كنت راضي عن قطاعات النشئين في الكرة المصرية هل كنت راضي عن الموهبة المصرية في كرة القدم ولا ما كانش عندك رضا وكنت شغال على تطورها اولا دلوقتي مصر بتحضر منتخبات الشباب اللي هم هيكونوا ظاهرين في كاس العالم في عام 2023 كابتن محمود وفي 2006 كابتن محمد واهبة فرقة 2006 كابتن محمد واهبة طبعا المتخبين محمد جابر طبعا دول من المتخبات القوية جدا وهم دايما بيتابوا على اللعيبة حتى انا لما انا كنت موجود انا كنت دايما شغال بدعمهم ودايما بدعم قراراتهم وانا اظن ان الشباب كلهم في حوالي من خمس لست سنوات ممكن يبقى فيه من حوالي خمس لست لعيبة في المنتخب الاول المصري فطبعا انا اقول ان انا طبعا اشتغلت كتير جدا علشان اجهز المنتخبات داي وطبعا اظن ان هما بيتطوروا وهم ممكن يمشوا في الطريق المظبوط وهم يمشوا بالسرعة المظبوطة لان فيه مدربين اقوية جدا وانا اظن انا كتبت الكلام دوت في الريبورت بتاعي في الاوراق اللي انا قدمتها للاتحاد ان لو هما حطوا الاشياء الصحيحة للمنتخبات الشباب هما ممكن يوصلوا لمراحل متقدمة جدا المنتخب 2001 ممكن يوصلوا للأولمبياد من ساعة ما كوتش شوقي غريب ساب الاتحاد عمر ما المنتخبات وصل لانه يعمل يعمل متدريب جماعي موصلوش لأي مرحلة مهمة بالنسبة للمنتخب ده علشان يوصلوا لباريس 2024 فطبعا في بعض الأوقات ان كان في خطة صريحة للمنتخبات في الوقت الحالي حاجة انا مقدرش مقدرش اتحكم فيها وطبعا دلوقتي في بطولة البحر المتوسط في الجزائر طبعا انا بتفرج عليها لان ايطاليا والبرتغال وأسبانيا والجزائر ومصر كانت لازم تكون من المنتخبات اللي ظهرة في البطولة ديت سؤال الجاي ليك يخص الكابتن شوق غريب هل كان ليك رأي في قرار رحيله عن تدريب المنتخب الأوليمبي؟ لا لا بالنسبة لي كانت مفاجئة لما عرفت بالخبر ده من الأخبار من الصحافة والأخبار لما عرفت انه مش موجود انا ما كنتش موجود تماما في القرار دوت وحتى بعد طوكيو 2021 رئيس كابتن أحمد مجاهد كنا بنفكر كنا بنفكر مين هنجيب ويدرب المنتخب هو سألني عن رأي وكان رأي ان كابتن شوق غريب فاهم كويس جدا في الكورة المصرية وهو مدرب كويس طبعا انا كنت بتفرج على الماتشاط الأولمبية وهو كان عنده كورة كويسة فهو كان من الأشخاص الصحيح انه هو يكمل مع المنتخب الأولمبي علشان يوصلوا للألعاب الأولمبية في 2014 بس في هذا الوقت كابتن أحمد مجاهد طبعا بالأخص ان كانت النتائج كويسة جدا واحنا كنا خسرنا موتش واحد كان رأي ان كان رأي ايجابي جدا لكوتش أحمد مجاهد بس انا طبعا ما اقدرش اتدخل في القرار بس كابتن أحمد مجاهد هو اللي خد القرار بس طبعا ساعة ما القرار اتاخد ما كانش حد سألني على القرار دوت ما حد سألك كمان عن قرار رحيل حسام البدري ده كان قرار الاتحاد طبعا بعد المتش قصاد الجابون فالاتحاد هو اللي خد القرار لما جيت كان كوتش حسام البدري هو المدرب كان علاقتي كويسة جدا بيه بس طبعا انا ما تدخلتش في القرار بتاع الاتحاد وأظن انا دلوقتي عارف إنه لما جيت في شهر خمسة بس ما كانتش الأمور ماشية بالوضع الصحيح فكان فيه أكتر من حاجة هي اللي خلت الاتحاد هما اللي ياخدوا القرار وطبعا بعد الوقت ان كوتش حسام البدري ساب المنتخب أو ساب الاتحاد وطبعا كان ساعتها رأيي نحنا نجيب كابتن كارس كرويش برضو انا ما سافرتش للجابون وكان الكوتش تم اقلته بعد الماتش وصاد الجابون على طول وطبعا القرار كان قرار كوتش احمد من جاهد أو الاتحاد نفسه هو اللي خد القرار علشان يقيله الكوتش حسام البدري هل في اي لحظة من اللحظات عرض عليك من جانب الاتحاد المصري للكوت القدم انك تنزل على الدكة وتضرب انت منتخب مصر اي لحظة الاتحاد المصري؟ اي لحظة الاتحاد المصري اي لحظة الاتحاد المصري لأننا لدي اقرر السؤال التالي سوف نتحدث عن من نتحدث عن الأحكاد المصري ام منتخب الأول ام منتخب الأول منتخب الأول في أي مرحلة انتقالية هل طلب منك انك تكون اتاة المدرد منتخب مصر؟ اي لحظة الاتحاد المصري بعد أرتك المصري لما ساب المصري لك كان المصري هل تسأل عندما عندما حسن البادري يسر طبعا زي ما انت عارف لما انا جيت الاتحاد لما كنت حاضر انا كنت موجود علشان اكون المدير الفني اللي يعمل الاتحاد وطبعا كل الناس عارفاني من شغلي مع الزمالك وطبعا مع اكتر من فرقة تانية ان طبعا شغلي ككوتش او كمدرب كانت دايما ايجابية وطبعا انا مبسوح جدا من الحاجات اللي انا وصلت لها وانا مدرب بس لما جيت الاتحاد المصري انا كنت موجود علشان اكون مدير فني الاتحاد ممكن يكون دا جي في دماغ بعض الاشخاص في الاتحاد بس انا مكنتش اقبل ان انا اكون من المدربين لاني كنت موجود في الاتحاد علشان اكون المدير الفني للاتحاد فقط وطبعا انا ككوتش انا كنت ممكن ابقى مدرب لاي حد في العالم فانا طبعا كنت ممكن اساعد بس انا مش هاجي لمصر علشان اكون المدير الفني للاتحاد وفي اي طريقة او اكون المدرب ممكن اكون فقط للحالات الطريقة بس طبعا بعد ما خلصت عقدي كمدير فني للاتحاد كان في بعض الاشعاعات ان انا ممكن ارجع وادرب المنتخب الولمبي المصري بس طبعا بالنسبة لي انا كنت رافض دا تماما وفي خلال المرحلة اللي انا كنت شغال فيها كمدير فني الاتحاد انا كنت شغال مدير فني الاتحاد فقط انا تعلمت كتير جدا دي كانت خبرة كويسة جدا بالنسبة لي وطبعا زي ما قلت قبل كده كانت رؤيتي الفلسفة ان انا كنت محتاج اعمل علاقات كويسة جدا مع الناس والعاملين في الاتحاد بس طبعا دلوقتي انا فاضي انا دلوقتي انا مش شغال كمدرب بس في هذا التوقيت ساعتها انا عمري ما كنت هكون شخص تاني او شخص ادخل ابقى مدرب لما يكون مفيش مدرب طبعا لو كان في اي شيء طارق انا كنت ممكن اساعد فقط بس ان انا اكون الكوتش الدائم دا ما كانش شيء مقبول تماما حسن ما اتكلمت او حسن ما انا فهمت انت قلتلي انه عرض عليك تدريب المنتخب الوليمبي بعد رحيلك عن الاتحاد المصري لكرة القدم لو انا فهمت صح اكيد لي ولو انا فهمت صح اقول لي انت رفضت لي خليني اقول لك بعد ما بعد ما بعت رسالة ان انا مش هكمل في الاتحاد كان مدير فني للاتحاد طبعا كان في حاجة مكتوبة في العقد التاعي ان انا كنت ممكن استخدم ده وطبعا اللي اتحكى ممكن يستخدم ده بس بعد فترة بسيطة طلقية اعرض ان انا ممكن اعتقد ان انا كنت ممكن ابقى المدرب للمنتخب الوليمبي هما طلبوا مني ان انا ممكن اكمل ان انا اكون مدرب للمنتخب الوليمبي بعد بيجين بس الحاجات كانت ممكن تتطور بس انا ساعتها قلت انا كان عملي هينتهي على مدير فني للاتحاد وبعد ده انا هشوف وهاختار ايه الافضل لي كمدرب ان انا ممكن اكون مساعد ممكن اكون شخص من اللي بيدي النصيحة وطبعا انا كوتش انا لو حد عايزني ابقى كوتش دلوقتي انا طبعا جاهز وممكن اعمل شيء مهم انا ممكن اكون مدرب علشان ادي خبراتي ممكن علشان ادي معرفتي وطبعا دلوقتي انا ممكن اقدم دوت في اي حتة من غير اي مشاكل يعني لا تمانع كمان انك تيجي مدير فني لأحد الانداء المصرية في المستقبل حتى لو مش منتخبته ازاي ما قلتلك دلوقتي انا 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 ما عنديش اي شغل فممكن اشتغل ككوتش ممكن اشتغل كمدرب طبعا من خبرتي ومن معرفتي انا ممكن اشتغل في اي نادي طبعا في مصر في حاجات مهمة جدا مصر مصر اديت هاني وانا اكتسبتها من مصر في مشواري التدريبي طبعا انا اتعلمت كتير برا الاتحاد وجوه الاتحاد وطبعا انا استقبلت الكثير من التعليقات على شغلي التعليقات الايجابية وطبعا انا زي ما انت شايف انا شغلي انا مبسوط منه جدا وانا جاهز ان انا اعمل كل حاجة حاجة انا بحبها حاجة ممكن يكون شيء جميل للكارير او للمستقبل التدريبي دلوقتي انا شخص متواجد في عالم الكرة فممكن اشتغل في اي حتة لو في حاجة كويسة لو في عرض كويس لو في تشجيع كويس او عرض كويس اتقدم لي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري لقرة القدم انا بشكرك شكرا جزيلا على ساعة صدرك وايز المداخلة الرائعة عبر سكايب بشكرك شكرا جزيلا ده نيلو فينجادا ودي الحكاية من اولها الاخيرها مداخلة طويلة عريضة عشان نقول لحضراتكم كواليس ما حدث قبل رحيل كولوس كيروش وبعد رحيل كولوس كيروش الرجل كمان قال انه بعد ما سابل اتحاد المصري قول القدم عرض عليه تدريب المنتخب الولمبي المصري تحدث كثيرا واكد ونفى اكد ونفى اكد ان هو والمهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق هم اللي اختاروا كارلوس كيروش ونفى تماما ان يكون محمد صلاح تدخل في تعيين كارلوس كيروش في تدريب منتخب مصر تحدث في كثير الامور قال كمان انه هو تفاجأ من رحيل شوق غريب عن تدريب المنتخب الولمبي دا يمكن من الحاجات الالة في هذه المدخلة الطويلة الكبيرة مع شخصية فنية كبيرة بكل تأكيد هو ما قدرش اقولك نجح ولا فشل بصراحة انه دايما العمل كمدير فني للاتحاد دا عمل اداري وتخطيط وامور كثيرة جدا احنا ما شفناش الخطط وما شفناش الامور الادراءة دي ممكن اتحاد الكرة يكون شايف والتحاد الكرة هو المفروض يقايم هذه الامور هل قايمها بالشكل السليم ولا ما نعرفش يا ما تداش تقول الاتحاد الكرة ظلموا اهم ما ظلموش ما تعرفش مش عارفين طيب تعالوا روح لي اخبارنا النهاردة والمغربي اشرف بن شرقي لاعب الزمالك رد على ما تردد بان مباراة سيراميكا كروباترا هي الاخيرة لهم مع نادي الزمالك وقال اللاعب في تصريح مقتدب للصحفيين بعد المباراة ان مباراة سيراميكا ليست الاخيرة لي مع الفريق ولسه مكمل شوية كان الكلام دي كانت باخر مباراة ناحية تانية امير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك قال ان ملف التجديد لمحمد ابو جبل وطريق حامد تم اغلاقه تماما تم اغلاقه تماما حتى اذا عرض السنائي التجديد مجانا لنادي الزمالك قالك ملف التجديد لطريق حامد ابو جبل اغلق تماما حتى لو الاتنين عرضوا هم اللي عرضوا التجديد لنادي الزمالك هنا غلق الامور تماما قال كمان ان اشرف بن شرقي هيستمر مع الفريق حتى نهاية شهر اغسطس وهو نهاية الموسم وده بصورة كبيرة وده اللي لمح ليه كمان النهاردة اشرف بن شرقي جيل فزهنتي البرتغالي اعلن النهاردة فسخ عقد ريكاردو سوارس المدير الفني للفريق تمهيدا لتوليه مسئولية تدريب النادي الاهلي هو وجهازه المعاون طيب ده بالنسبة للمدرب الجديد اللي جاي النادي الاهلي اللي غالبا هيتم الاعلان عنه غدا باذن الله النادي الاهلي هيعلن بشكل رسمي تعيين هذا المدرب له المدير الفني هو ريكاردو سوارس الجهاز الفني هيكون فيه مين بقى ركز معايا كابت ساعة وحفيز مدير للكرة مدرب عام الكابتن سامي قمصان مدرب مساعد موريسيو فاس ومحايل اداء رؤول فريا ومدرب حراس المرمى فاولو لوبو ومخاط احمال بيدرو جمارش ده تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي يانكون مشيل يانكون مدرب الحراس اللي كانت قلتلكم من بارح الاهلي متمسك بيه جدا مازال النادي الاهلي حتى هذه اللحظة متمسك بيه بس الناحية التانية سوارس متمسك بمدرب الحراس بتاعه والنادي الاهلي هيمشي كلام المدير الفني الجديد بس الاهلي من الاخر كده مستخسر يانكون مستخسره جدا شايفه مدرب حراس مرمى كبير وصعبان عليه رحيله فالاهلي عرض على مشيل يانكون انه يكمل كمشرف على حراس مرمى الناشئين والشباب ويكمل مع النادي الاهلي لعل وعسل النادي الاهلي يحتاجوا كمان في المستقبل المعلومة الجديدة بقى المعلومة المهمة جدا ان احد اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي عرض على احد اعضاء مجلس اتحاد الكورة ان مشيل يانكون يبقى موجود كمدرب حراس مرمى المنتخب مصر في الفترة اللي جاي زكاة يعني قال لهم الراجل ده كويس الراجل ده ممكن تستفيدوا منه في منتخب مصر وين كان حتى هذه اللحظة في برضو اسم كبير في منتخب مصر مرشح انه يبقى موجود في الجهاز الفني الجديد بالتأكيد هو دستورة كابتن عسام الحضري طيب ايه بقى كواليس اللقاء المنتظر بين الكابتن محمود الخطيب والسوارس اللي هيحصل غالبا غدا انه لكم مبارح انه كان فيه اجتماع مهم تم بين الكابتن محمود الخطيب والدكتور طه اسماعيل وبعض اعضاء لجنة التخطيط عشان يتفقوا على بعض الامور اللي هيتم الحديث فيها مع ريكاردو سوارس اول ما ييجي الى القاهرة تعالوا تشوف ايه الحاجات بقى اللي وصلوا لها في الاعداد دي تعالوا اولا التأكيد على ان السابت لدى ادارة الاهلي عدم التدخل في عمل المدير الفني الا في الحالات التي يحيد فيها عن منهج النادي فقط وانه سيكون له كامل الصلاحيات الفنية بما يخدم مصلحة النادي الاهلي ثانيا التأكيد المدرب على ان الاهلي لديه مشروع طويل المدة يريد تنفيذه وان اختياره لقياة الفريق جاء للثقة في قدراته على تنفيذ اهداف هذا المشروع وانه سيحصل على الدعم كبير حتى يحقق بطولة افريقيا والبطولات المحلية ثالثا التأكيد للمدرب على انه فورا تسلمه لمهمته مع الفريق سيكون مطالبا بكل بطولة يلعب عليها حتى لو كان هناك بطولة في اول يوم عمل لان هذه هي طبيعة النادي الاهلي رابعا الاتفاق مع سوارس على تخصيص جزء من وقته لمتابعة وحضور مباراة فرق الناشئين حتى يكون حتى يكون صورة كاملة عن القطاع وابرز اللعبين السوار واختيار الانسب منهم للتصعيد الى الفريق الاول خامسا التأكيد على المدرب بعدم الحديث لوسائل اعلام بشكل مستمر والاكتفاء بالمؤتمرات الصحفية الرسمية وايضا وسائل اعلام الرسمية للنادي فقط وان يكون الحديث عن الامور الفنية دون تطرق لاي امور داخلية تخص الفريق تجنبا لتكرار سيناريو موسيمانيا سالسا الاتفاق مع سوارس على ان يكون اي طلب للاستغناء او التعاقد مع اللاعب ورقة مكتوبة منه حتى لا يتقرر ما حدث مع موسيماني من قبل وتحديدا في رحيل كهرباء سابعا الاتفاق مع المدرب على ان النادي يكون له الحق في الابقاء على بعض اللاعبين حتى لو طلب رحيلهم وذلك لوجهة نظر مالية وتسوقية سامنا التأكيد على سوارس حول اهمية وقيم الجماهير الاهلي وانها السبب في نجاح اي مدرب وعليها ان يستغل دعمها ويحصل على ثقاتها حتى يكرر انجازات مواطنه منويل جوزي سيكون هناك حديث مع سوارس حول بعض الادوار الادارية التي تخص سيد عبد الحفيز مدير الكرة وايضا الدول الفني للمدرب سامي وامسان بجانب الاستفسار منه حول فترات الرحة التي سيمنحها للعابين حتى لا يتقرر السيناريو موسماني والرحات المتكررة المطولة التي كان يحصل عليها الفريق يعني انت بتتكلم في كل ان النادي الاهلي عانى او عانى منه مع بيتسو موسماني مش عايزه يتكرر تاني مع سوارس ابتكلم على الامور الفنية والادارية في الصفقات ورحيل اللاعبين والامور الاعلامية حاجات اللي بعيدة عن البطولات والانجازات الاهلي بدري بدري كده عشان ميخش في خلافات مع الراجل هيقول له احنا واحد اتنين تلاتة اربعة ده طلبينه منك الفترة اللي جاية مع العقد اوه سهلا طيب ده بالنسبة للنادي الاهلي تعالوا نروح ليه الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد المصري لكرة القدم هيعقد اجتماع مهم جدا يوم الاربعاء ايه ابرز بقى البنود اللي هتناقش في اتحاد الكرة وفي اجتماع اتحاد الكرة الاربعاء ان شاء الله تعالوا نشوف اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر هناك مفاضلة بين البرتغالي باولو سوزا ومدرب اسباني اخر وحتى الان سوزا الاقرب وسيتم التصويت على اختيار احدهما خلال الاجتماع مناقشة مصير عصام الحضري مدرب حراس المنتخب حيث يتمسك مجلس الجبلية باستمراره مع المدرب الجديد في حين يريد باولو سوزا استخدام مدرب حراس اجنبي معه حال الاتفاق على توليه مهمة تدريب المنتخب عقد جلسة مع الخبير التحكيم الانجليزي كلاتنبرج فور وصول الاربعاء وفي حال الاتفاق معه سيستلم مهامه الجديدة واذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين سيغادر كلاتنبرج الجاهرة يوم السبت المقبل تعالوا بقى للجاية دي مهمة مهمة جدا مناقش التكليف الحكم الدولي السابق جهاد جريشا بالعمل مع كلاتنبرج حين رفض الكابتن عصام عبدالفتاح رئيس لاجل الحكام الحالي بالاستمرار مع الحكم الانجليزي طيب الوضع هيحصل في لاجل الحكام بكرة غالبا الكابتن عصام عبدالفتاح هيرحل هيرحل بطريقة شكر للكابتن عصام عبدالفتاح او بقرار اقالة او باستقالة بس غالبا الكابتن عصام عبدالفتاح هيرحل بكرة مين بقى اللي هيجي مع كلاتنبرج من المصر اللي هيبقى موجود في لاجنة الحكام زي ما قطركم كده انه المرشح لهذا المنصب هو الكابتن جهاد جريشا اللي اكيد دلوقتي هينفيلي هذا الخبر كابتن جهاد صباح الفل أخير كريم عليك وعلى كل مشاهدين أخبرك ايه والله الحمد لله صحيح بنعم رايح انتحاد الكرة بكرة دخل طيب مش هتقابل في لاتنبرج برضو لا مش هتقابل معا حتى تسلم من منطق من منطق لما تسلم بحلل معاك تحكيم وبحلل في كرة بلس تحكيم وبكتر من كل اللحظة اللي كان حضرك في دلوقتي انا محلل تحكيم في كرة بلس وكان الاولى عظيم طيب حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة ده كده مفهوم كلاتنبرج ايه رأيك فيه لوجي ان شاء الله وتولى هذه المسؤولية هو هيبقى موجود في مصر بكرة هل انت شايف انه هيضيف كثيرا للتحكيم المصري او انت شايف انه احنا مش محتاجين خبير تحكيم أجنبي كريم انا رأيي كان واضح من اول ثانية انا محتاج اي حد اي حد اي ان كان مين انا متفق مع يعني خبير أجنبي يجي خبير مصري خبير عربي خبير أفريقي في الاخر احنا في موقف صعب جدا في التحكيم المصري محتاجين حد يخرجنا من موقف اللي احنا في ذلك وبالتالي انا مع التحكيم المصري مع اي خبير أجنبي خبير مصري خبير أفريقي خبير عربي احنا في الاخر محتاجين ايد تشدنا من اللي احنا فيه وتخرجنا من نفق المصري اللي وصلنا في التحكيم المصري صحيح طيب اي رأيك النهاردة في طاكم التحكيم اللي عدار مباراة الزمالك واشرامية كلوباترا كابتن ابراهيم نور الدين ومساعدي اتمنى اللي كلامي النهاردة هتكلم في ثلاث لعضات تحكيمية في ماتش الزمالك والسراميكا وهتكلم في ثلاث تحكيمية بارح في ماتش فيوتشل وطلع الجيش عظيم النهاردة في ماتش الزمالك والسراميكا في الديها 15 في راكل الجزاء مستحق الفريد سراميكا لم تحتسب اللي عدى بالضبط مهاجم فريد سراميكا نجح في لعب الكرة الوينش دخل في اكسترا من الرجله لتحركت تجاه رجل المهاجم يمنى الثاني مهمة اولا كريم ان نتأكد بس ان الكرة لسه في داخل الملعب مش خارج الملعب لان الكرة لما تكون في اللي عجب والخطأ يحفظ منطيس جزاء ناس الزمالك باراكل جزاء الكرة كانت موجودة في الملعب والعواقها كانت موجودة من الوينش وكانت راكل الجزاء سهلة يتم احتسابها لان السراميكا الحاكم الضار قام بدوره تم استدعاء الحاكم وورى اللقطة بكل الزوايا الممكنة وفي الاخر حاكم اخذ قرار بعد ان تتسابك للجزاء هي رفع الجزاء صحيحة سراميكا اللقطة التحكمات التانية في الدينة عشرين تسلل غير صحيح على فريس دمالك المساعد رفع الرايا المساعد الاول رفع الرايا حاكم صفر على التسلل وطبعا من حاجات اللي دائما البار او تعليمات بورتقول البار انتك حاكم لما حاكم المساعد يرفع الرايا في منطقة خاطرة زي المنطقة ديات اتقل على صفارتك شوية وكمل اللعدة لان في اجتمالية في هجم موعدة وكان هجم خاطرة جدا لنهيز دمالك كان ممكن تصفر عن هدف وكانت تعطي نرجع على البار وانرجع نفس تسلل وبالتالي الحاكم مساعد اخطأ حاكم الحاكم الساحة اخطأ في التجال بالصفارة وخطأ كبير كان ممكن يتجيب من نهيز دمالك في حراف هدف اللقطة التحكمية الثالثة في ديانة ساعة وستين في سراميكا الاول احنا بنتكلم ان ممكن من مراكعة الهدف او في بناء الهدف معادة لاستئنافات احنا لقطة كان فيه دفع في ظهر امام عشور من لغة سراميكا دفع واضح واستمرت بعد كده الهجمة وحرز تم إحراس الهدف كان واجب على حاكم البار المميز النهاردة لما حاكم موعدة المرة اللوانية كان لازم اتعجب المرة التانية ويشاهد حاكم مبارئة اللغدة ان فيه دفع واضح من لعب نازل سراميكا الظاهري لعب نازل زمالك امام عشور وبالتالي الهدف الاول لفريس سراميكا حدث درسة حظيم مبارح بقى ليه من نسبة مبارئة زمالك النهاردة اه والغى راجل جزاء راجل جزاء عبارة كريم المعيارة عندنا برضو لعب الكورة مهاجم نادي فيوتشر في منطقة جزاء طلاع الجيش نجح في لعب الكورة تماما فيه اهمال من لاعب طلاع الجيش الهمال ده توصله انه عمل خطأ في رجل افيه عرقالة مع لعب فيوتشر حاكم كان في الموقف ممتاز وشاف لاطة واحتف راجل جزاء بمنطقة الشجاعة ومنطقة الجرأة ومنطقة الثقة لكن للأسف لما خرج للفار تراجع عن قرار سؤال الصحيح بإلغاء راجل جزاء صحيحة اللي في أفيوتشر وبالتالي دي أصترك على نتيجة المبارئة بارح وانتهى المبارئة بهدف واحد لطرع الجيش وده كان خطأ مؤثر فيك المبارئة دي يا كريم كل حاجة النهاردة كان عناها تحكين النهاردة وتحكين باش المهم إلا ما نكلمك بكرة كابتن جهادت بشفر موبايل بالليل لا ما بقى فيش موبايل خلاص زي الفل كابتن جهاد أنا بشكرك شكرا جزيلا دايما بشرف ودايما منور شكرك شكرا جزيلا زي ما تركوا مرايب جدا الكابتن جهاد أنه يتولى لجنة تحكيم مع تلاتن بيرج على فكرة هو مرشح ومعه مرشحين آخرين ولكن أقربهم الكابتن جهاد جريش طيب نكمل أخبارنا النهاردة وكان فيه خبر أو حدث في منتهى الأهمية بقى المحمدي في مباراة الإسماعيلي النهاردة وقع للأسف وقع وقع جمدة شويتين عماية الارتجاج في المخ بدأنا نتخض بدأنا نخاف في مباراة غزة المحلة بدأنا نقلق بعد الإصابة بدأت الناس تتوتر دخلت عربيات دخل الناس وخدته عربية الإسعاف وراح عمل أشعة بسرعة بعد ما غادر المباراة والأشعة الحمد لله أكدت سلامته إنه ما فيش أي مشكلة الحمد لله الحمد لله الحاجات دي بتوقع القلب بتخوف بس تعال بقى معايا بص الصورة دي بص النجم الكبير بص الأسطورة كابتن حسني عبدالربو بص الموقف اللي عمله الكابتن حسني عبدالربو اللقطة كان فيه بقى فيه لقطة حسني عبدالربو شايف باهل المحمدي نازل وهو مصاب هو عنده رتجاج في المخ وعمالي زعقله بيقول له رجع بيقول له رجع ما تنزلش الملعب تعالى الولد وقيع تاني أول ما نزل كابتن حسني عبدالربو كان عمالي يسرخ مدير الكورة الراجل اللي فاهم الراجل العائل الراجل اللي عنده إنسانية بيجري عليه والراجل هاتوا يا جماعة تاني من مشهر بتاع كابتن حسني عبدالربو بص المنظر عمالي زعق يا ابني ما تنزلش يا سيدنا ما تنزلش انت تعبان انت مريد بص حتى رد فعل الكابتن حسني عبدالربو بعد ما نزل هو مش مصد هو عايز ينط جوه الملعب عايز يخش جوه الملعب عايز يلحقه وبصراحة كل لعب لازم يعني حلوى الروح حلوى الروح باهر المحمدي وحماس باهر المحمدي وإنه عايز يشارك مع فرقيته وإنه عايز يكسب فرقيته وإنه هو لعب كبير في النادي الإسماعيلي واحد من كبات النادي الإسماعيلي كل ده حلو بس يا عم صحتك أهم صحتك وحياتك أهم من أي شيء في الدنيا طبيعي دهيات حرام عليك نفسك راجل كابتن حسني عبدالربو أنا فاكر من كم مباراة كده حصل مشدة كده بين باهر المحمدي وكابتن حسني عبدالربو في الملعب أول ما تولى كابتن حسني عبدالربو المهمة شوف النهاردة العلاقة عاملة إزاي بين اللاعب ومدير الكرة الاسم الكبير التاريخي شوف الخوف عليه عامل إزاي هو طبيعي دي حاجة إنسانية بعيدة عن أي مشاكل وأي خلافات بس الأمور في الإسماعيلي أصلا على بعضها كده بتتحسن بتتحسن العلاقات بتتحسن الكرة بتتحسن النتائج بتتحسن الإسماعيلي بيرجع تاني إسماعيلي والأمور بدأت كثيرا تتحسن في كل شيء طيب نتطمن أكتر على باهر المحمدي مع الدكتور مجد الباز طبيب النادي الإسماعيلي يا فندم صباح الخير طمنا على باهر عشان كلها النهارده قلبينا واقع وتخضينا تمام الحمد لله زي الفول جاله كرة في الطايم التاني في وشه وأغم عليه وارتجاك خفيف كده واحنا فضلنا من ما يكملش المزارة كده وهو بس هو كان نصمم من حماسه وخوفه على الفرقة وحماس الزايد كان عايز ننزل وانا كويس وانا كويس وانا كويس كمان عانا حما ننزل لكن هو فجأة رعجيري دخل المرعب عايز متخيل انه ممكن يكمل لعب وكده كم متر كده جراهم ورح واقع على واقع على وشه وكده لان كان لسه متأثر بإصابته وكده بتخلناها جبناه من الإسعاف ورحناها المستشفى وعملوا له الشعاعات اللازمة وكده وارتجاك خفيف ويقعد تحت الملاحظة بس 24 ساعة 48 ساعة ويرجع تاني بمارس نشاطه الغياضي تاني نصاحته يا فندم هو نازل الملعب انه ماينزلش ولا كنت انت متطمن كبير وبدلناه أصلا اه وهو صنع غيرناه أصلا غيرناه في الساعة البعد المواقع لانه كان ظاهر عليه انه هو مفيش تبكيز مفيش وعي هو كان من حماسه يقول لك انا كويس انا كويس انا شعبكو انا عايز العب انا عايز انزل الملعب وهكذا رد فعلك كابتن حسن حسن عبد الربو كان فيها عصبية كبيرة جدا واللعب نازل يعني عايز يشده هو من حماسه على الفرقة ومن حماسه على النبي طبعا وخوفه على الفرقة وموقفه اللاعب اللي هو الحالي هو كان هو السبب في كده فانا رفزت وعصبيته صحية دكتور مجد الباز طبيب النادي الاسماعيل انا بشكر حالك شكرا جزيلا على هذه المداخلة النهاردة وزارة الشباب الرياضة كرمت علي زين وانتو عارفين احنا مبارح مباشرة اوما دخلنا الهوى مبارح مشكورا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة دخل معنا ووضح لنا الامر ووضح لنا انه هيكرم النهاردة علي زين ومبارح كان الحكاية انه علي زين كتب تويت تويت دا يتكتب فيها انه هو كان مداء انه ما كانش فيه استقبال ليه في المطار وزير الشباب ورية دكتور اشرف صبح يدخل معنا هنا مبارح بالليل وقال لنا انه ده كان سوء فيه تنصيق مع اتحاد كرة اليد انه هو كان متصور انه اللعب هيصل الجزائر مباشرة للمشاركة فيه دورة نعاب البحر المتواصل لكن هو اجي مصر الاول وبعد كده سافر الجزائر فالنهاردة قبل ما يسافر علي زين الى الجزائر استقبله دكتور اشرف صبح فيه وزارة شابوريادة وكرموه وكرموا اللاعب وهيتكرم كمان فيه الجزائر من اللجنة الاولمبية والامور خلصت بهدوط شفتوا زي ما قلت لكم مبارح بالزبط امور تخلص بسرعة لمت دانية بسرعة لمت دانية وارد وارد ان اي حاجة تحصل وارد انه يبقى فيه زيبط دكتور اشرف صبح مبارح كده انه يحصل سوء تقدير او سوء مثلا تنظيم او سوء اي حاجة في الاستقبال وارد كل حاجة وارد المهم ان الامور تتحل بسرعة عشان داني كبير اسمي كبير لكرة اليد المصرية اسمي كبير لرياضة المصرية بيشرفنا فيه اعظم فريق في العالم هو ببرشلونة في كرة اليد فائز معه بدوري ابطال اوروبا احنا لسا مكملين مع حضراتكم حلقتنا بعد الفاصل نستقبل واحد من المهاجمين الكبار في تاريخ نادية الزمالي ومنتخب مصر كابتن الكبير كابتن عبداللطيف الدماني بعد هذا الفاصل خليكم معنا اعلم بحضراتكم مرة اخرى بصوا عايزوا لكم حاجة كده في البداية وانا بقدم ديه في النهاردة النجم اللي معي النهاردة ده كان نجم كبير جدا في التسعينيات كان مهاجم تييل اوش لو الراجل ده كان موجود دلوقتي في الكرة المصرية كنت هتلاقوه مهاجم اساسي منتخب مصر الواحد وكما لمعلوش واحد على الدكة كان مهاجم تييل اوي حظه انه كان بيلعب مع مهاجمين تقال اوي 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 في عصر كلهم كان مهاجمين كبار وهو كان واحد من الكبار دول شرفني وينورني في هزي الفقرة النجم الكبير كابتن عبداللطيف الدماني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاصبع كان مدير الفني الحالي الفريق نبرو مشرف ومنور انا دايما الله سعيد جدا مكتود معاك ومشارك جدا على المقدمات جميلة طبعا وسعيد جدا اني بكون معاك وبارك لك كل ما جيلك برجلك على الاخر الممتاع والله وحضرتك مميز ومكتد وفريق العمل كله وممكن وجهة نظري مش ياخدين حققه اوي لكن طول ما انت بتكتد وبتتعب ربنا ان شاء الله كله زي الفل الحمد لله انا بس قلت كده في الاول عشان احضرتك كورة بشجع بفرج بقى واقول اللي عيب ده جامد واللي عيب ده جامد واللي عيب ده جامد بس من وجهة نظري وانا لسه كمان يعني مش مش بفهم كورة اوي يعني وانا لسه بفهمش كورة اوي بس اصل انه على مستوى المهاجمين دلوقتي لأ انت كنت في حتة عظيمة يعني لو بنقيس على دلوقتي يعني مع كامل الاحترام لكل الموجودين بشكرك طبعا لك الحمد لله يعني رد تماما عن الفترة انا قضيتها هي مش قصة مش انا بس كان وقتها كل المهاجمين في مصر على مستوى علي جدا من الموهبة ومن يعني تحس ان هقولك اسماء احنا كنا تسعة ايه اقولي بعد فكارنا يعني التخيل في ناس الزمالك موسم المواسم مع حفظ الالقاب كان حسام حسن وكان وديد صلعب لطيف وعب حليم علي وعب حميد باسيوني وعسامة نبية واحمد فليكس اللي طبعا كان في الاهل ورجع طبعا وكان جمال حمزة ايه ده ومطالب المطلوب تلعب بفرد واحد او اتنين وكلهم مواهب صحيح حاج بعدها باسيوني ميشي راح الاسماءال يخد بطول الدوري مم انا رحت المحل اخدت مركز رابع مم وهكذا كل واحد فينا لما راح نادي كنا الحمد لله عملنا كل الناس كنا بقول باكد على كلام حضرتك ان احنا اتوجدنا كلنا في مكان واحد في فترة كان في مهاجمين كتير جدا في الاندية مش شرط النادي الزمالك في الاندية مصر كلها كان في مهاجمين على مستوى الي جدا للأسف شايت بقلنا سنوات من بعد متعب وعمر ازاك الامور صعبة شوية صحيح عندك انجاز عظيم ان انت قدرت تطلع بطنطة تاني لدور الممتاز به بعد ما كان نزل لدور الدرجة الثالثة السنة اللي فاتت او السنة دي يعني والان انت مدير فني جديد لفريق نابرو ومن الفرق اللي معروف اسمها له جماهيرية واسم مفروض يعني نشوفه في مكانة افضل من كده عندك تجربة صعبة اكيد اكيد طبعا الحمد لله بفضل ربنا يعني ممكن مساعد خمس فرق من الدرجة الثالثة اللي الممتازبة بس يمكن شوان ما كل الشوان بحبش اتكلم عن نفسي نتاجي في الملعب وارقامي الحمد لله هي خيرة دليل في ناس ما بتعملش حاجة وبتتكلم عن نفسي اه لا انا الحمد لله انا بعلم ومتكلمش وطبعا بشكر المجلس دارة طانطة لأستاذ فاز عريبة طبعا والمجلس المحترم وجمهوره على الفترة اللي فاتت الشكر الخاص بقى الحجة احمد وضوحة رئيس نادي نبرو طبعا الحقيقة يعني التعاقد ما خدش ديئة واحدة يمكن علاقة بينا قوية جدا وسبق ان انا كنت في نادي نبرو قبل كده وعارف على دراوة اما بالمجلس المحترم بقى الحجة احمد وضوحة وبقية المجلس المحترم كله وجمهورنا دا نبرو المحترم خد مااش وقت عرض علي وطلعا تحت امرك وتحت امر النادي طبعا وانا عارف الاجواء هناك وعارف المنظومة ماشية باحترام وماشية بمصدقية يعني مصدقين بعض في حاجات امورها جدا واسكن في بعضها جدا سواء مجلس او جهاز بنلعب حضرك عارف كابتن كريم وهكا صارت الموضوع قبل كده امكانيات قليلا قوي موارد قليلة وصعب انا ممكن في نادي زي نبرو ممكن الناس بتكتهت جدا ومنجبها الشخصية ما انساش طبعا الساس حسن طبعا حسان وحاجة طريق الرمادي النبراوي طبعا حاجة طريق النبراوي دعمين بشكل غوة جدا بشكرهم على المساندة الكبيرة والفعالة اللي بيعملوها لكن في ظلم مش عايز اقول ظلم محدش بصن حد ولكن حضرتك لما يكون عندي اللعب بمئة الف واحد الانديا اللي معاي في المجموعة اللي بيوصل صبعونة الف وبتطلب مني نتيجة الامور صعبة يعني القربة وفي نقطة مهمة كبير الناس كتيرا ما تعرفاش ان في الممتاز بيبقوا يسرفوا فلوس كتير زمان ما كانت الممتاز بيبقى فيه صرف كتير دلوقتي بقى فيه صرف كتير قوي انديا كتير بتصرف ممكن في بعض الانديا في الممتاز بيبقى افضل من الانديا في الدور الممتاز اه بتصرف اكتر من بعض الانديا اه او في اقرب او بكتير جدا دور الممتاز بيبقى كل شيء يعني لكن زم حاجب بتقول كده المقارنة ظلمة يعني ما بتكلم في لعب بمئة الف ولعب بصوء بمئة الف ما قولت النار قولت بتاع الانديا اذا انت تتعامل ازاي بقى مع الظروف دي انا هقولك انا ممكن ما انت توليت المسئولية خلاص اه انا مش بقابة ببرر انا فهم ومفروض ان انت مطالب انك تسعد بالفريق ومطالب انك تحقق نتائج كبيرة هتعمل ايه هو بص واحد احنا عندنا طموح كمدربين يعني وبنقبل المهمة وطالما ما قبلت المهمة فبالتالي لازم تنجح ما عندلش مجررات ولا شماعة اه يمكن هو العدو مختلف في نبوره بعض الشيء انك مطالب انك ما تهيباطش انك تبقى في المقفيد دا اه يطبق دور المحترفين يا الله فبال حضرتك المنصورة موجود ملدية المحلة موجودة اسماء عركة جدا يعني تسعة من الستاشر اه عشان يطبق نظام المحترفين المسلم يا خبرة بياد لو شوف الانديه بقى اللي ممكن تهيبط عنديه اللي بالدور وممتاز فالموقف صعب لكن احنا ان شاء الله يعني بسقط المجلس بسقط الحج احمد وجمهور النبرو المحترم والناس الدعمين زي ما قلت الفروق قريبة بس اهم حاجة انت تختار اللعيب اللي عاوز يدي اللعيب اللي عايز يكتهد بنحطها دايما بين كسين كده وبنقول عليها اللعيب الجعان دي برافع لي كانوا يعني واللفظ يعني دا طبيعي اه ايو لا جعان كورة دي حقيقي عايز يدي بقى مش لو شبع دا الفرق بقى انتك خلاص انا مش هقدر اواكب الانديه الكبيرة صحب انا اواكبها بحاجة واحدة قولت اللعيبة والروح القتالية بتاعت اللعيب واللعيب جاي عوض وزا ما قلت لحضرتك ان النهارده المباراة كتير جدا ما بتحسش ان في فروق بين اهلي بين زمالك بين المطشاط كلها متقربة في المستوى وفي النتائج يعني فبالتالي نتمنى توفيق طبعا من ربنا صحونا تعالى في كون تقربة نكحة وان شاء الله نقدر نحط نادل مروف في وضع الطبيعي ان شاء الله طيب هستعلك عن رأيك فيما حدث اليوم في مباراة الزمالك بالسراميكا المباراة كانت مستيرة جدا 3-2 الزمالك كان متفوق 3-0 وعيد السراميكا بهدفين وكان ممكن يسجل التالب كمان رأيك بالمباراة بشكل عام هي المباراة قسمت افضل 60 دقيقة لعبنات الزمالك المسلم ده يعني حاك شفت الخطوط كلها متقربة حاك شفت الانسجام اللي كان واضح شفت التحرك بكورة شفت الفرص اللي كانت بتيجي كان زمالك طبعا بيستغلها بشكل كويس كان افضل حالات بنشرق النهاردة افضل حالات امام عشور امام عشور ما شاء الله يعني نمسك الخشب بقاله حوالي 4 او 5 مباراة مستوى بيزيد من المباراة للتانية يمكن افضل 60 دقيقة زمالك عملهم النهاردة من حيث الاداء من حيث النتيجة من حيث الروح العالية خاصة في الظروف طبعا النتيجة مالك فيها طبعا من غيابات من نقص في الخطوط نقص في أشخاص نقص في لعبة مؤثرة جدا جدا ولكن الثقافة اللي مستر فيرا والجهاز الفني بيعملها والشجاعة والثقل كبيرة جدا والجرأة اللي هو بتحصل ان هو بيدي للعابة اللي نشئين فرصة يمكن اللعابة تحس انهم متحمل المسئولية يعني اللعابة اللي ما تحسش هم لعابة صغيرة النهاردة عبد مجيد ومحمد طارق النهاردة بينقصوا النادي زمالك من أداف محققاء أداهم من المباراة المباراة بيرتفع شايف ممكن ستين ديئة كانت بشكل كويس هو جرب وعانى ان هو بخسرانه يرجع تاني المباراة كل ده طبعا هيتحاسب لهم وهتزدهم طبعا خبرات الفترة الجاية طيب من الحاجات اللي مهمة جدا الفترة دي أشرف من شاية ملف أشرف من شاية أشرف مكمل مش مكمل النهاردة يتقال خلاص ان هو مش هيكمل مع الفريق ونهاية عقده هيبقى 30 أغسطس مع نهاية الموسم شايف الفترة الأخيرة الأشرف من شري شوه الأخيرة الأشرف من شري عاملت زي معنا عدي الزمانية هو ترجم الفترة الأخيرة في مباراة النهاردة يعني هو راجل مستوى ثابت راجل كان ورقة ربحة في كل البطولات اللي كانت نازمة طبعا بيحصودها هيمكن بس الفترة اللي فاتت من حوالي لا حد منها سبوعين ثلاثة كان مستوى طبعا طبعا الله يكون فعونه والضغوط اللي عليه والعروض الكبيرة جدا اللي بتجيله والكلام اللي بتقال رايح هنا هيجدد لا ده قاعد لا ده ماشي لا ده ولا عوز يمشي مهما كان هو لعب وبشر وبيحصة طبعا بوصله طبعا الكلام ده لكنه الحقيقة النهاردة قدم يعني عاز أقول حاجة مش هتتمحي أبدا ان هو أخلص لآخر اللحظة وكان سبب كبير جدا وبان تأثر الجمهور واللعيبة طبعا مع النهاردة بتمنعه التوفيق طبعا وكان فيه ميزة ان هو واضح كان ممكن جدا يخدع نادي الزمالك ويفضل أنا معاكم وامور زي كده وتلاقيه شأنه شأن الناس اللي عابي قبل كده كانوا لما كانش عندهم حتة الإخلاص والانتماء قوي فبتلاقيهم في يوم وليلا لحهم مضم لكن هو النهاردة راجل واضح بلعب الآخر اللحظة بيشارك مع نادي الزمالك فيه إخلاص لآخر دقيقة فيه أمان لآخر دقيقة مش كده النهاردة كميري الزمالك هتفيت له كتير ان اللاعب لازم يؤدي لآخر اللحظة في النادي اللي بنتامي ليه فعقده آه عارفت انت عادي في حال من المسلمات بالمناسبة بس هي ما بتتملش عندنا اللطي عندك عقد وانا قلت الكلام ده مبارح عندك عقد وعايز في أخره ما تكملش في الفريق اللي انت فيه خلاص كمله لأخره باحترام وباحترافية وانت حر بعد كده جميل تزعل بقى كان نفسها تكمل ما تكملش بس هو ما عملش حاجة غلط لا خالص هو منطل احترافاء اللي عمله وراجل حتى ما عملش حسابه ولا قلق من جمهور ينتقد ان هو يمشي وحاجات زي كده راجل تعمل باحتراف زي ما حكا قلت من اول دي الموجود لاخر دي الاهم ان هو بيقدي يعني ممكن ان انا شارك بمجرد ان انا شارك وقولوا يا جماعنا بلعب اقول اخر مباراة لكن ان هو يبقى حريص على ان هو تبقى نهايته او في معنات الزمالك كمباريات ان هو يبقى سبب كبير في المكسب او جمهور يهتف له او باداءه راكدة ده حاجة تحساب له واتمنى ان شاء الله ان كل اللاعب ياخدوا مسأل قدامهم بعد كده لازم تقدي من اول ديئة لاخر ديئة صدقني لو عمل غير كده ربنا ما وفقه شفعي مكانتين صحيح نسى بكملين مع النجم الكبير كابتن عبداللطيف الدماني بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا اهلا بحراركم مرة اخرى يا استرم شرفني وبنوارني النجم الكبير كابتن عبداللطيف الدماني اسألك كمان عن شكبالة حد لوقتي مؤثر حد لوقتي نزور في المباريات مؤثر حتى لو انت قتل نهاردة انه تكتكيا كان ممكن يتأخر شوية التبديلة دي بس شكبالة دايما مؤثر في نزور الملعب دلوقتي هو اللي بضيف على كلام حضرتك انه حتى مؤثر اداريا بمعنى انه قائد للفريق حتى نشوفه حتى بما قريب من الجهاز قريب من اللعيبة عامل حالة جيدة جدا ده دور القائد طبعا دور الايجابي اللي بنشوفه لكن على المستوى الفني يمكن باستثناء مراطل اليوم كانها ظروف خاصة الزمالك طبعا بدأ يتراجع طبعا بحكم سراميكا خسران ثلاثة فاشة جبالة طبعا حكم السن والعمل دي ما بقدرش يلعب في مساحات الكبيرة طبعا لكن طبعا في الملعب ببلوه دور مؤثر ودور فعال وكفاية وجوده في الملعب يعني اللعيب لما بشوفه في الملعب بيقدر ان هو يهتم بكل كبيرة وكل صغيرة بنشوفه في المباراة سابقة بيعمل حاجات ما كناش بنشوفها يمكن شوالي كان بنزل يدافع ما كناش بنشوفه هو في سن اصغر او في عز مجدوك ما كانش يقدر ينزل يدافع حاليا بيقدر ينزل بحاسس اللعيب ان لازم تلاتة بونت مهمين جدا بيحاسسوا من اللازم يحافظوا على تلاتة بونت هو عامل حالة بين فنية وبين إدرية نكحة جدا كغائد كمان شايفة بو جبل طريق حامد مش موجودين ودول كن كنبات للفرقة وحازمان مصاب فمفيش غيره طريبا وجهة نظر ان هو ممكن من لعب الأدام اللي موجود فالحمل كله عليه دلوقتي لكن بيقدر الدور بتاعه بكل نجاح وحاجة تحساب له ان هو في السن ده وبيقدر يبقى في حالة من الاستقرار في الملعب استقرار إداري بيحافظ زي من اللعبة دايما تحسنه مع الجهاز الفني وما بيعتارتش يلعب خمس زي إلعب عشر ديلة أوروبيس عام حسب رؤية الجهاز فحاجة تحساب له طبعا عايز أقولك أنه فلاديمير بيتكوفيتش فلاديمير بيتكوفيتش أصبح من الأسماء القريبة جدا كمان لمنتخب مصر ودخل بقوة جدا ضمن الترشحات لتدريب منتخب مصر هو مدرب كرواتي بوسني ودرب منتخب سويسرا ولاتسيو الإيطالي بردو الفرنسي عدد كبير من الأندية السويسرية سيفي محترم إلى حد كبير وهو أيضا من الأسماء اللي بقت مرشحة جدا أنها تبقى موجودة عايز أقولكم كمان أنه المدرب اللي كان المفروض مرشح لتدريب منتخب مصر سوزة أصبح بعيد شوية عن تدريب منتخب مصر بعد نصيحة سلبية من كارلوس كيروش ليه قال له بلاش يعني بلاش فأصبح الراجل بعد ما كان الأمور قريبة جدا بقى بعيد بومل مدير فني السابق لكودفور كمان بعد عن الترشحات شوية بسبب خلافات مالية ده الوضع حاليا فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني السابق لمنتخب السويسري والحالي لبورتو الفرنسي وأيضا ضرب أمريكا لاتسيو الإيطالي رأيك إيه في اللي بيحصل في منتخب مصر ما هو شيء إيجابي إنك فيه ترشحات وما فيش استعجال وكلها سفاهات محترمة طبعا مدربين يعني حالك بتشوفوا مسكن منتخبات منتخبات قوية جدا صح الأهم إن مبقاش فيه استعجال يعني بقلنا فترات بقلنا فترة يعني بدخلنا في سنة بقى ونستعجل شوية والنتيجة بتبقى سلبية صحيح اللي كان بنجحنا قبل كده تلاقي كابتن حسن شحاتة بقوت بالأربعة والخمس مواسم كابتن جور الله رحمه طبعا فترات طويلة ده صح لكن بقلنا فترة ما كانش فيه دراسة ما كانش فيه كان إلى حد ما كان فيه اختلاف ما كانش فيه رأي صائب أو رأي واحد بين المجلس آخرهم طبعا الكابتن إيهابل اللي طبعا بنعذره طبعا ولازم نره نهات ظلم ولازم طبعا نعترف بكده فبالتالي اللي بحصل ده ده ظاهرة إيجابية لازم بفتألني ولازم ياخد رأي ناس كتير ولازم بس أنا ممكن فيه حاجة كان وجهة نظري إن أنا عاوز حد يكون على درغية بالكرة الأفريقية شوية يعني أنت حتك بتقول منتخب سوى إسراء لا مدربش بأفريقيا خالص هتبع الأمور صعبة شوية طبعا أنا قدر أجيب واحد نفس السيرة الزيتية دي وكده وأقدر أجيب أنه هو كان له مثلا خبرات في زي باتريس كومل مثلا كان بدرب كود ديكوهر وكان مساعد النار في الكثير أم بدرب منتخب المغربي مثلا فيه مناس كتير هتسهل الأمور شوية صحيح فأنا معهم طبعا في الاختيرات والهدوء ده اللي فيه لكن لو فيه حد أفضل ويكون على الضراء تما بالقرار وفكرة تفرق معنا كابتل عبدالطيف شرفت ونورت دايما باستمتع جدا بتواجدك معنا بشكرة بشكرة شكرا جزيلا لنهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا بشوفكم يا رب على الأقل اشتركوا في القناة